أدنى الهيم الهيم إحنا رح ناخده بشكل يعني تفصيلي أكثر رح ناخد الميتابولوزم مع الهيم رح نتعامل مع واحدة يعني إن شاء الله بالميتابولوزم بطريقة أكثر بعد ولكن إحنا اللي مطلوب نفهم فقط مجرد عن الهيم لأنه رح نحتاجه بالفهم شون يصير الارتباط ما بين الأكسجن والهيموغلوبين أو مايغلوبين فالآن عدنا احنا البورفيرين البورتو بورفيرين اللي هو هذا كله هذا البل الأزرق هو البورتو بورفيرين الأحمر هذا اللي هو الفيروس الفيروس ايرون احنا عدنا فرك وفرك فرك اللي هو يكون 2 positive الفيروس الفرك اللي يكون positive 3 أو 3 positive بهذا المعنى فإحنا عدنا السمع معناته آيون الحديد الثنائي مع بورفيرين بورتو بورفيرين هذا يمثل لي الهيم طيب نقطة أشيرة لها بورتو بورفيرين هو مثل نقول بورتو بورفيرين يعني بورتو بورفيرين نقدر نقول انه هو المادة الخام اللي راح تكون لي المادة الخام وأيضا ما تنظر الفيروس ايرون هو المادة الخام ذلك من يرتبطا يكون لي الهيم ماشي بهذا المعنى فهنا البورفيرين البورفيرين هو الناتج يعني مثل فكرة الأمينواصد والرسديو نفس الفكرة فالبورتو بورفيرين يعتبر الأمينواصد مثلا يقابل الأمينواصد والبورفيرين يقابل الرسديو فالبورفيرين اللي هي هذه الزرقة مثل ما قلت وأدنى هذه النيتروجين ترتبط بالفيروس ايرون فور آتمز اوف نيتروجين ترتبط معه بشكل مباشر أما البقية فيكون اكتبطها بشكل غير مباشر فالنقطة اللي يتكتبط بشكل مباشر مع الفيروس ايرون اللي هي النيتروجين فور آتمز اوف نيتروجين طيب بنفس الوقت عندي الهيم الفيروس ايرون اوف هيم كان فورم تو اديشنال بونس وان وان اجساعد او بلانر بورفيرين هايكلها البورفيرين مثل ما قلت و لو نلاحظ انه هذا الاسود بقى اني اندي هاي نقطة ما متصلة وهاي نقطة ايضا ما متصلة فذني البوند الاثنين تكون حرة واحدة من ادهن رح نشوف انه انه مايوغلوبين انه واحدة من ذني السايد رح ترتبط مع الهستدين لو نلاحظ انه هذا رح يكمل البروتين هذا البروتين هذا الغلوبين يعني ما نفرض انه هذا المايوغلوبين او جزء من الهيموغلوب فنفرض انه مايوغلوبين فهنا رح يكون الاتصال الهستدين بهذه النقطة احنا بهذه النقطة رح يتصل الهستدين ماشي بهذه النقطة الثانية رح يرتبط عندي الأكسجن رح ارجع بشكل مختصر يعني بشكل دقيق اكثر او مختصر اكثر البورفيرين او الهيمي هو عبارة عن بروتو بورفيرين وفرس يجتمعان حتى يكون اللي الهيم من اجي انه بعد ان اجتمعان بعد ان صار التفاعل خلا نقول رح تتكون عندي شي اسمه بورفيرن رينج اللي هي هاي الزرقة والفيروس ايرون اللي هو هذا الاحمر البورفيرن رح ترتبط بالفيروس ايرون باربع فور بونتز اوكي فور بونتز وتترك اثنين اديشنال ممكن يرتبط بيهن الهستدين من جهة ومن الجهة الثانية يرتبط بيها الأكسجن بهذا الطريقة مختصرة طبعا الميتابولوزم الميتابولوزم او الميتابولوزم او الميتابولوزم رح تكون موجودة ببيج 278 278 الميتابولوزم اللي حبي يطلع اكثر وكانت بالمستقبل رح نشرها بشكل تدريجي مع تدرج المحاضرات ان شاء الله